يعني قريبة من محيط المنتخب الوطني الجزائري ومحيط أيضا الاتحادية بالماضي رفض كما قلنا أمس ياسين معلوم الحصول على ثلاث أشهر تعويضات وأصر على تعويضات لسنتين متبقيتين من راتبه أو من العقد الذي يربطه بالاتحاد الجزائري لكرة القدم العقد المعنوي بين قوسين هذا العقد يكلف خزينة الاتحادية سعيد كنوي 164 مليار صادي من جهته عرفض قطعيا فكرة منح جمال بالماضي تعويضات لسنتين متبقيتين من قيمة عقده مع الاتحادية ومنحه حسب آخر الأخبار التي وصلتنا من مقربين من أجل إلى غاية يوم الأحد من أجل الرضوخ لعرض فسق العقد والحصول على ثلاث أشهر ما الذي غير من رأي جمال بالماضي يا ياسين يا معلومي؟ ياسين يا أبنسكسي إبراهيم لا يمكن أن يكون في نخبرات جمال بالماضي فيها تذهب للفيفا وإذا راحت للفيفا أعطيك أنا معلومة أخرى أنه وليد صادي كانت تحدث مع جمال بالماضي حسبه يعني آخر الأخبار التي وصلتنا في قناة الشرق نيوز وقال له مباشرة يا جمال يا بالماضي إذا رحت للفيفا ما رحش تستفاد في أي شيء لأنه قانون الفيفا الحالي يا ياسين يا معلومي يعطيك تعويض فقط قانون جديد ست أشهر يعني جمال بالماضي يرالح الفيفا يعني وصرت فيها أمور ضد الجزائر واسم الجزائر مع المنتخب الوطني الجزائري ما رحش يستفاد بالعامي اللي رويسنا فيهم يدي فقط ست أشهر هو ما تكونش عندنا الفرماسودي جمال بالماضي؟ ممكن ما عندوش هذه المعلومة وليد صادي يعني وضعه في السكة ووضعه في الصورة بارك الله وفيك يا سيد معلومي احنا المعلومة هذه ما كانتش عندنا نعم اول مرة نسمع بها انتع ست شهر ما كناش نعرفه هنا كنتم نقول انه يديك كل المستحقات انتعه لهذا صادي وضع جمال بالماضي في الصورة نعم